مدانة الجزائر بأشد العبارات إقدام الاحتلال الإسرائيلي الاقتحال مسجد الأقصى الشريف الاعتداءات على المصلي والمعتصمين حسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية وصفت الرئاسة الجزائرية هذا العمل بممارسات الإجرامية الوحشية وعضفت أنها تمثل تعدياً سافراً على الأماكن المقدسة وانتهاكاً صارخاً لجميع القوانين واعترافاتها الدولية كما ناشدت الجزائر عبر البيان ذاتها المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية التي تشكل تصعيداً خطيراً وتأجيجاً لمشاعر جميع المسلمين لا سيما في هذا الشهر الفضيل المبارك وجدد الجزائر موقفها ثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة ولحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ترجمة نانسي قنقر